اوكي بسم الله الرحيم ونكملين مع بعض في الباش سكريبت حابيني النهاردة نتكلم على الجيت اوبت والجيت اوبشن دي اللي هي من خلالها ممكن تيجي ترن السكريبت بتاعك زي كده بتبتدي تدي له اوبشن مسلا زي داش اي مسلا تدي له فاليو هنا داش بي برضو ممكن ما تدوش فاليو داش سي تبتدي تدي له فاليو تانية واكوردنج للفاليوز دي بتدي السوفتوير بتاعك يشتغل زي ما هو عايز فاكشلي انت لو فتحت المانيوال البيتج بتاعت الجيت اوبت هتلاقي الاوبشنز اللي بيبتدي يستخدمها الكومند ده ويعني بيبتدي يشرح لك لو انت عايزت تستخدمها في الكود كاسي ممكن تستخدمها ازاي فدي طريقة كويسة جدا ان انت تجيت اوبشنز من اليوزر طيب تستخدمها ازاي تعلها واحدة واحدة فاحنا عايزين عمل حاجة بالشكل ازاي ده كده الى هو نيجي نرن ليسكريبت وندي له اوبشنز واخوردنج للالاوبشنز دي يبتدي السوفتوير بتاعنا هيبيهيف ااااا يعني اكوردنج للفاليوز دي اوكي طيب تعال اني هنقول له ايه وايل جيت اوبتس عشان احنا خاطر ان احنا عندنا لوب. هعايز هو يلوب يقضي الف على داش اي وبعد كداش بي بعد كداش سي وهكذا. بعد كده بابتدي هنا افتح دابل كوتيشن ودي له ايه الاوبشنز اللي انا عايزة. فانا مسلا هقوله عايز اوبشن ايه و بي و سي. لو انا عملت كده فانا هنا لو السكريبت ترون اه انا هقبل استقبل ايه و بي و سي بس ادود فاليوز. يعني ممكن اقوله كده داش ايه داش بي داش سي. وبرده مش شرطة هقوله ايه داش هات. يعني ممكن اعمل كده. اوكي? زي ما بنيجي نعمل مسلا ال اس داش ايه 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 مسلا. هل انا كنت لازم اعمل داش ايه ال و داش ايه? لأ ممكن اقوله ال اس داش ايه ايه. فيشتغل عادي. فده نفس الفكرة ان انا دلوقتي لو راجعت ارن للسكريبت ممكن اقوله ايه? داش اي بي سي. ماشي. بس كده مفيش فاليو. يعني داش ايه دي مش هتاخد حاجة. داش بي مش هتاخد حاجة. اوكي? طيب. لو انا عايزها هتاخد فاليو فباجي اعمل الكولوم دي بعدها. يبقى انا كده بسبستيتيوت او بسبسفاي ان ال ايه لازم بعدها هيبقى فيه فاليو. لو جيت على السي مسلا وعملت كده يبقى ال ايه والسي بياخدوا فاليو ولكن ال بي مش هتاخد فاليو. اوكي? طيب ده كلام جميل. ماشي. بعد كده انا محتاج اعرف الفيربل اللي فيه الارجمنت ده. فانا مسلا هتسميه opt دلوقتي. فيبقى ال opt ده مرة هيبقى بايه مرة هيبقى بي مرة هيبقى بي مرة هيبقى بسي وهكزا. وهبتدي اقول له ايه? loop لو سمحت do و done وهنبتدي نشوف ازاي الشبه ال select يابل كده لما جينا يا جماعة عملنا select مثلا وكزا in ودينا له شوية options يعني. فدي نفس الفكرة كنا برضو عملنا do و done ودي ايه ايه كيس ايه. وهنيجي نقول case ان ال opt دي in الكلام ده. اول حاجة مثلا هنقول ايه. بعد كده خلينا نقول ايه بس عشان ما ننسهاش. ونطلع دي قدام شوية كده. وبعد كده هنقول بي. وبعد كده هنقول سي. يبقى انا بشوف لو انا اي حاجة من الحاجات دي هيبتدي يشتغل according to the point دي. طيب. even if لو انا بعث لي هو options مش انا عارفه اصلا. هبتدي ابيهيفي ازاي. فدي كده زي ال default. ماشي انا دخلت هنا. عايز اقول له ايكو والله اطبع ايه ازاي. اطبع ايه ازاي عندنا بلت ان فيربل اسمه opt arg. option arg يعني. فده بيبقى فيه الفاليو بتاعت الاي. واحن عارفين ان الاي دروقتي فيها البي مفيهاش فانا تالي هنا هاجي في البي وهقوله ايه ولكم وخلاص اوكي طيب هاجي في السي هاجي نيجي نقول ايكو ممكن ناخد دي كوبي فيست هنا كده ونرجع بس نغير نقوله the value of سي لان احنا عارفين ان السي بعدها يقوله ميبقى دي معها فاليو وهاجي اقوله لو مش اي حاجة من الحاجات دي هقوله no options مفروض تطبع هنا ال usage يعني مفروض تيجي هنا تقوله ال usage وتقوله ايه ال options اللي موجودة عندك يعني فانا عندي option A B C بس بالشكل ده كده ماشي تعال نرن ميزين نجيب حاجة زي كده ماشي اهو فانا بقوله داش ايه مثلا خلينا نقول alpha ده بي مش بتاخد value ده سي خلينا نقول car يعني اي حاجة كده بس عشان خاطر نقدر نترس فاحنا فعلا the value of a is alpha بعد كده فيه هنا welcome عشان مختاله بي بعد كده the value of c is car ففعلا احنا تماما ومش هيفري بقى معاكد الترتيب يعني انت ممكن تجي تعمل كده ده سي مثلا هنا محمد مثلا اوكي فهيشتغل عادي the value of c is محمد the value of a is alpha فهيأكوردنجلي الابشن زي بقى هيريليت يعني عكس بقى ما انت تقول $1 و $2 مش عارف ايه والكلام ده طب هلنفترض ان انا جيت عملت كده مثلا يعني قلت dash x مثلا in مثلا فقال لك dash x ده مع عرفش مين مش هافي extract او execute ال input بتاعك ده اوكي اي تاني اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انا مش عارف بقى دي دولار ون دي دولار تو دي دولار سري دي دولار فور انا مش عارف كده اوكي فنعمل الحوار ده ازاي انا محتاج اجي بعد ما يخلص اللوب بتاعته دي اقول له يمسح لي كل دول من فكرة ان هما ارجمنت بحيث ان ده يبقى هو اول ارجمنت جايلي فبنعمل الكلام ده ازاي بنيجي نعمل شفت درسنا الشفت دابلي كده مع بعض وبنيجي نديله ايه اه معادلة اكويشن هنا ان الاوبشنز انديكس ناقص واحد الشكل ده كده معناه ان انا بقول له ايه ما يقص كل دول او نقص كل دول فده بالنسبة لي كده هيبقى دولار ون طيب تعالى نعمل كده نمك شور اه هتلاقي فعلا زا انا ارجمنت ازاي معتصم يعني لو شلنا دي تعالى نشيل دي بقى مثلا ونجي نعمل كده بص طبعا لايه ده السي اللي هو ده ده بالنسبة لي بقى دولار ون فأنا خلاصا عايز ابتدي بقى من بعد كده من بعد الداشات دي ابتدي دول الارجمنت اللي هيبوصل الابليكيشن بتاعي فهنحتاج الاكويشن دي ده بشكل سريع ازاي نستخدم الجيت اوبت في ان انت تبارس الاوبشنز اللي جايه لك ممكن تشوفها خلينا كده اجزامبل ممكن تلاقي اجزامبلز تانية بالشكل ده كده بيبتدي يعمل جيت اوبت وبيدي لها داش او ودي الاوبشنز اللي هو عايزها وبعد كده بيعمل حاجة اسمها داش داش لونج ان هو ممكن يعمل داش داش كالر مسلا فيدي له كلمة اللي هيتحط قبلها كلمة داش داش فبالتالي مثلا لو داش بيه هيعمل كزا لو داش اقار هيعمل كزا لو داش جيه هيعمل كزا كل واحدة من الحاجات دي اللي واحدها وطالما مالهاش بعدها دوت كده يبقى دي مالهاش فاليو ويجي هنا قالك الداش كالر يبتدي يهندلها هنا ويبعد كده بيشفت في الاخر خالص وبي اجزت ومش عارف ايه بس انا هنشرح الكلام ده ان شاء الله بعد ما اشرح الكومند بتاع الايفال ان شاء الله فهاشرح ده وبعد كده هنرجع نبص على الاكزامبل ده تاني اوكي ده كده الجيت اوبت وازاي تستخدمه في السوفتوير بتاعك